اشتركوا في القناة على منطقة تيندوف وبعض السحوب العابرة على 8 عرصات جانت وأقصى الجنوب الجزائري خلال الظاهرة إن شاء الله يتلاشى الضباب تدريجيا على كل مناطق السحلية يدرتقي بجوم شمس وصيفي يهم كل مناطق الشمالية وحتى المناطق الداخلية والهضابة العليا الشرقية الشمس تفرض نفسها كذلك على شمال الصحراء ومنطقة الواحد لكن تبقى سماء ملبدة إلى غائمة مرفوقة بخلايا رعدية تمتد من منطقة تيندوف موران ببني عباس حتى المنطقة بشار هذه السحوب قد تتنقل نحو مدن الهضابة العليا الغربية تبقى الأجواء غير مستقرة على مرتفعات الهوغر والتسليم مرفوقة برعود منعزلة خاصة في أواخر نهر متبوعة بزوابع رملية تنشط تحت الخلايا الرعدية على أقصى الجنوب الجزائري على منطقة تمنرسة ونحو منطقة تيندوف أيضا بعد الرياح تقدر تخلي بعض الزوابع رملية الموسمية تنشط على بشار وأيضا على الصحراء الوسطى درجات الحرارة المنتظرة في صباحة نهار الغد إن شاء الله من 20 إلى 22 درجة هذا على كل المناطق السحليات من 12 درجة على قصنطينة زيوزو وأم البواقي 23 درجة إن شاء الله على غليزان على معسكر وأيضا على سيدي بالعباس من 17 إلى 21 درجة على كل مدن الهضابة العليا من 25 إلى 26 درجة في كل من شمال الصحراء الواحد ومنطقة الصورة 30 درجة على تيندوف على الصحراء الوسطى وإذن على أقصى الجنوب الجزائري 23 على تونسات 24 درجة على جانت إليزي 28 درجة ونفس المقياس على منطقة بن عباس درجات الحرارة القصوى لغدا إن شاء الله نسجوا عن مناطق الساحلية مقايس بين 33 حتى 35 درجة من أقصى شمال الشرق الجزائري كعنابة القالة والطارف إلى 35 درجة على وهران مرورا بـ 34 درجة على جزائر العاصمة شرشال تيبازا وابومدس كعنا مقياس 46 درجة على الصحراء الوسطى 45 درجة على إليزي وعلى بن عباس حتى المنطقة تيندوف 37 درجة على تمناسات 39 درجة على جانت 43 على أقصى الجنوب الجزائري كبرج بجي مختار عن قزام واتين زواطين فيما يخص مدن الهضاب العليا تصل درجات الحرارة القصوى على البيض على النعامة وعن صفره إلى 40 درجة 39 درجة إن شاء الله على قسنطينا تيزيوزو وأمر بواقي 37 درجة على تب السابتنا وبرج بوري ريج و40 درجة أيضا على معسكر غليزان وستيب العباس الملحة والصيد البحري لغدا إن شاء الله بحر جميل وهدئ هذا على كل السواحل الجزائرية راجع إلى رياح شمالية شرقية لن تتعدى سرعتها 15 كيلومتر في الساعة درجة حرارة المياه تتروح ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية على طول الشريط الساحلي ونختم النشرة الجوية بهذا الصورة الجميلة لشواطئ أزفون بتيزيوزو وإيضا بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس لغدا إن شاء الله 23 أود 2014 شرق الشمس سيكون إن شاء الله على الساعة السادسة و14 دقيقة ما بالنسبة للغروب فسيكون إن شاء الله على الساعة السابعة و24 دقيقة هذا العاصمة ودواحيها المشاهدين أشكركم على طيبة المتابعة وفي أمان الله وفي أمان الله وفي أمان الله وفي أمان الله وفي أمان الله